هنا في سهل الهبرى بالمحمدية في ولاية معسكر شرع منتجه الحمدية في جني محصول هذا الموسم بتسخير كل الإمكانات اللازمة لهذه الحملة خاصة ليد العاملة التي تعد عملة نادرة في مثل هذا الوقت بل يكون عدد ستين طاعة خدمة يخدم هنا كان يشعر أن يوعد عندها غراوين وعندها رمية كل كسرة من هذه البلاد ماذا بكم أنتم معاونونا؟ بحنا فان نوفره إنتاج بزا برتوقال المحمدية راي روح لولاية أخرى للشرق حتى للصحرارة ميجوا يدومنا من محمدية هذا البرتوقال وراه الفلاح كما كتشوف في المحمدية مع الناش مصانع ولا يعني قاعد يد العاملة أغلبها في المحمدية يخدموا عن الفلاحين الفلاحون يرجعون ارتفاع المحصول بمدى وفرة مياه السقي وبالأحرى ما يسدي في الجوغي المتوحل السجرة راي تروح هنا هناك راي تيبس والغاشي قاعد هنا تكسر هنا في ذي الشيناك كي تروح لذي الشيناك ما كاش قاعد لي راي يخدم كورا كاي الماغن خدموا صيفوا مشتاق صدسوا تعنا لي كانوا يبالوا فيهم الشيناك أكثر من 17 وحداك كانت البابور توصل ويجي مليا مع مرام المحمدية وإحنا يا هنا يذروك هذا الباراج حنا يسكتونا عليه وخليتونا ورقم تشوفوا الشينات تعنا كي راي دايرا وعيننا هادروا وعيننا بكو فيما تتوقع السلطات انخفاضا في إنتاج هذا الموسم معدل المردود هو 120 قنطار في الكتار وذلك نظرا للظروف المناخية اللي مرت بها البلاد تقريبا مدة الجفاف كانت تطويلة شوية وأثرت سلبا على المردود لأنه الانخفاض يقدر بـ 30-40% من مقدرات الإنتاج مدينة البرتقالي تفقد لقب أول منتج ومصدر للحمضيات للخارج في انتظار تدخل سلطة المحلية لإعادة إصلاح موقع سد فرقوق بالمحمدية بولاية معسكر ترجمة نانسي قنقر